حياكم الله متابعين قناة بن رجل سبورت ببداية المقطع صلوا على النبي محمد وآل محمد إذا أول مرة تشاهدنا اضغط لايك للفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لأصدقائك المنتخب العراقي واجه منتخب كوستاريكا غدا يوم الخميس على ملعب استاذ البصرة الدولي كل التوفيق للمنتخب العراقي وإن شاء الله الفوز في هذه المباراة جلال حسن ضد نافاز حارس باريس سان جرمان منتخب كوستاريكا سيصل إلى البصرة مساء اليوم لمواجهة منتخبنا العراقي غدا وذلك لمواجهة منتخبنا العراقي في المباراة الدولية الودية التي تقام في ملعب المدينة الرياضية وسيكون توقيت المباراة غدا الخميس في الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بغداد ومنتخب كوستاريكا هو المنتخب مصنف أهل ثلاثين عالميا ومشارك في مونديال قطر وتعد هذه المباراة الأولى للملاك التدريب الإسباني للمنتخب الوطن العراقي بقيادة خيسوس كاساس اكتبوا توقعاتكم لمباراة العراق وكوستاريكا الاتحاد العراقي أعلن أن موعد وصول منتخب كوستاريكا إلى البصرة قادمة من الكويت سيكون مساء اليوم الأربعاء دلت ترفيه نسبة شحن جهازك هي نسبة فوز المنتخب العراقي غدا على كوستاريكا مدرب منتخب الوطن العراقي خيسوس كاساس يبدأ أجابه باللاعبان زي التحسين وزيدان إقبال خلال التدريبات يوم أمس هناك عشر تالاف تذكرة للمشجعين القادمين من بقية محافظات العراق تجدها في مراكز البيع عند الوصول إلى البصرة وسعر التذكرة هو عشر تالاف دينار عراقي شون شوفون أنتو المبلغ هواء لو قليل اكتبونا عراكم تصريح اندريس الناطي حول انتقاله الجديد لنادي سيريوس في الدور السويد الممتاز يقول هذه الخطوة إلى الأمام في مشواري الرياضي فانتقالي جاء لفريق جيد يلعب كرة قدم جميلة ولديهم ثقة عالية بما أمتلك للأمان ليس لدي ما أقوله بخصوص المنتخب الوطني فعنا لا أملك الجواز العراقي إلى الآن حارس باريس سان جيرمان ومنتخب كوستاريكا كيلورنافاز يصل إلى الكويت بحسب المصادر خيسوس كاساس يقرر الاتصال باللاعبين المحترفين بنفسه من أجل تمثيل المنتخب الوطني العراقي تصريح مصطفى كريم يقول كيف يتم استدعاء أحمد ياسين وهو بعيد عن ناديه الذي ينشط في الدور السويد الدرجة الثانية ولم يستدعي بشار وصفا وعلي عدنان وهم يلعبون في دوريات أقوى وأكثر جهوزية رئيس رابطة مشجعي العراق مهدي الكرخ يصل إلى الدوحة للتواجد في كأس العالم في قطر عزيزي مصطفى كريم للعلم أحمد ياسين هذا الموسم شارك في 24 لقاء سجل ثلاثة أهداف وصنعها أربعة المنتخب الأولمبي السعودي يتوج بطن لغرب آسيا بعد الفوز على الأولمبي القطر بثلاثة أهداف مقابل هدف رسميا مدة إيقاف لفاندوفيس كتلث مباريات بعد طرده أمام أساسونا المباريات الثلاثة هي مع إسبانيول واتلاتيكو مدريد وريال بيتيس بسبب اتهامه حكم المباراة نكونكو يغيب رسميا عن نهايات كأس العالم بعد إصابته بالتدريبات من قبل زميله كما في إنقلاب ريال مدريد قبل قلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو اشترك في القناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في أمان الله نلتقي في الفيديو الجديد